موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من المشهد المغاربي معي أنا حمزة موصل مباشرة إلى العناوين تحديات إقليمية كبيرة تواجه الجزائر ورئيس تبون يدعو إلى الضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع للشرعية الدولية في تونس الغنوشي يتحدث عن عودة مؤكدة للبرلمان وحزب العمال يهاجم نظام الرباط في ليبيا ضبابية المشهد تغطي وضوح الرؤية بشأن الانتخابات القادمة والأمم المتحدة تبدي انزعاجها من إغلاق محكمة الاستئناف في ملف المشهد المغاربي تتابعون موجة تنديد واسعة وهبة شعبية في مواجهة خيار التطبيع والتحالف بين الرباط وتلابيب فاصل قصير لنعود أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا العدد الجديد من المشهد المغاربي في هذا العدد لكم من إنارة إخبارية في جانب من البرنامج عن تطورات الأحداث في منطقة المغرب العربي وفي جانب آخر متابعة تحليلية لتطورات الأحداث المرتبطة بفصول مشهد التطبيع والتحالف العسكري والأمني بين الرباط وتلابيب وفي واجهاتها استمرار موجة الغضب الشعبي في المغرب فاصل قصير ونعود البداية من الجزائر تحديات إقليمية خطيرة في ظل تسارع خطوات التحالف العسكري والأمني بين نظام الرباط وإدارة الاحتلال الإسرائيلي وضع يدفع إلى العمل بجهد أكبر في اتجاه تثمين مقاومات الجزائر ومقدراتها على الصعيد التنموي الشامل نتابع على التقرير توقيع على اتفاقية عسكرية وأمنية بين الرباط وتلابيب يعتبره الملاحظون رسالة واضحة أراد بها النظام المغربي استفزاز الجزائر وهو ما أشار إليه بوضوح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أعلن في وقت سابق أن إبرام هذه الصفقة خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948 وهو في نظر الخبير الإستراتيجي الأستاذ المحلل السياسي محمد خوجة يرتبط بالإنهيار الأخلاقي لدى النظام الملكي تصريحات رئيس الجمهورية فيما يخص منضوع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي هي تصريحات تعكس ما يخترج في قلوب الجزائريين ككل وهو تقييم أول ما قبل كل شيء أخلاقي قبل أن يكون تقييم سياسي انهيار الأخلاقي الذي أصاب نظام المخزن الذي وضع يده في أكبر تهديد لمس العالم العربي والعالم الإسلامي اللي هو الصهيونية مواجهة أخطار تحالف المغربية الصهيوني لا تكون مجدية إلا عن طريق تحريك عجلة التنمية والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني فضلا عن جهود تحقيق الاستقرار الأمني على المستوى الإقليمي الآن بعد الانتهاء من تثبيت الشرعية للمؤسسة السياسية الآن أمكن هذه الظروف مناسبة لمواجهة التحدي الاقتصادي المتمثل في النظر إلى مصادر أخرى لثروة النظر إلى توزيع الثروة والنظر إلى معالجة الاختلالات التي تسبب فيها مرحلة كورونا السنة الماضية وكذلك فيما يخص الاقتصاد ككل وهو البحث عن مصادر التمويل خارج المحروقات تأتي التهديدات المغربية الصهيونية في الوقت الذي استعادت فيه الجزائر طريق الفاعلية والتأثير الإقليمي والدولي مثل ما أوضحه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامراء في لقاء حصري مع القدس العربي مشيرا إلى أن المؤامرات لم تتوقف وأصبحت الجزائر تشعر الآن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كنا نرسل قواتنا لقتاله مع الأشقاء العرب رئيس الجزائري عبد المجيد تابون يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية في كلمة له بحر هذا الأسبوع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعبي الفلسطيني قال الرئيس عبد المجيد تابون أنه لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم معربا عن تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت زيارة مرتقبة من طرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نهاية السنة الجارية كشف عنها وزير شهون الخارجي رمطان العمامرة العمامرة أشر إلى أن هدف الزيارة تأكيد على مواقفها التاريخية في تأييد القضية الفلسطينية مضيفا أن الجزائر لن تفرط في ذاكرتها وتاريخها ومبادئها مشيرا في ذات الوقت لأن قدر الجزائر أن تظل أمينة على مبادئها وشهدائها في تونس رئيس البرلمان راشد الغنوشي يعود إلى الواجهة بعد أن أكد أن المجلس سيستأنف أعماله في وقت دعا فيه الرئيس السابق منصف المرزوقي للعودة للحراك الشعبية والسلمية هذا وحذلت المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد من انتهاج سياسة الرئيس السابق زين العابدين بن علي المتعلقة لتعيين أشخاص في مناصب حساسة بناء على الولاء وليس الكفاء حزب العمال بتونس يحذر من التدعيات الخطيرة للاتفاقية الأمنية التي وقعها المغرب مع الكياني الصهيوني على المنطقة المغاربية والشمال الأفريقية والعربية هذا وكد الحزب أن نظام المخزن مستعد مقابل مسندة احتلاله للصحراء الغربية أن يقوم حسبه بأقدر المهمات والأدوار بما فيها تحويل المغرب إلى منصة مراقبة وتدخل وقصف واعتبر في بان له تحت عنوان النصر والحرية لفلسطين الخزي والعار للمطبعين والخوانة أن تصاعد موجة التطبيع الرسمي لبعض الأنظمة العربية يؤكد طبيعتها وحقيقة ارتباطها بالإمبريالية والصهيونية إلى شاني الليبي حيث عربت البعثة الأممية عن انزعاجها من استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها والتهديدات الموجهة للقضاء الليبي محذرة من أي إجراءات قد تؤدي إلى تقويضي الانتخابات وقالت في بيان أصدرته في وقت سابق إنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما بلغها من تهديدات ضد القضاء ووفقا لتلك التقارير قامت مجموعة مسلحة يزعم أنها تنتمي للقوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة مجددا ضبابية في المشهد تعيشه ليبيا أياما قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين ديسمبر المقبل وضع يرى من خلاله مراقبون أن الطريقة للانتخابات تشوبه الكثير من العرقيل والإشكالية المملوئة بالعقبات الحقيقية تقرير لنا والبليل لعل ما يميز الفترة الحالية في ليبيا عشية الانتخابات الرئاسية بروز بعض المعالم أحيانا بوضوح لكن تبدو أحيانا أخرى غامضة لا يرى منها شيء واضح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فبعض المتتبعين لآخر تطورات يرون ضبابية في المشهد ومصيرا في غياه بالمجهول خاصة بعد الاستبعادات الأخيرة للمترشحين هكذا يمكن أن نصف الحالة الليبية في الوقت الراهن ولا يمكن التكهن وإعطاء إجابات قاطعة حيال ما يمكن أن تشهده البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة فالمطالب والآمال كبيرة إلا أن المعطيات بعيدة كل البعد عن احتمالية تحقيقها أو على الأقل تحقيق جزء لا بأس به مما يطمح إليه الليبيون بعد عقد كامل من المعاناة نظريا على أبواب الانتخابات التي ستسفر عن رئيس منتخب لليبيا يحظى بالشرعية التامة ويملك صلاحيات غابت عن الكثيرين قبله ليبدأ في إعادة البلاد إلى مصارها الصحيح ويطلق مصار الإصلاح السياسي الاجتماعي الأمني والاقتصادي ولكن عمليا وبحسب مراقبين للوضع يبدو الطريق إلى الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين ديسمبر المقبل معبدا بالعراقيل والإشكاليات ومملوءا بالعقبات الحقيقية وهو ما سيتضح أكثر خلال الأيام القادمة ورغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي ما يزال العمل الذي ستجي على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يشهد جدلا واسعا وسراعات بين داخل السلطات التشريعية في البلاد إضافة إلى الهدوء النسبي الذي تعيشه ليبيا خلال الأشهر التي أعقبت وقف المعارك بين الأطراف المتصارعة وانتخاب حكومة وحدة وطنية لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية إلا أن الأيام ما زالت تحمل الكثير من التطورات والأحداث التي ترسم ضبابية متواصلة على المشهد الليبي المتأزم منذ سنوات طويلة تصف ببلد المليون شاعر ولكن لغة الضاد فيها تكاد تختفي وينال منها الوأد البطيء أكذا يرى المدافعون بشراسة عن سياسة التعريب في موريتانيا في حين يرى خصومهم من أنصار الفرنكوفونية ومن الأقليات الإثنية ذات الوصول الإفريقية أن اللغة الفرنسية هي الجامعة بين سكان بلدهم متعدد الآراب المواجهة فيها شد وجدب ولا تبدو في الأفق القريب ملامح لطرح توافقي المتابعة ضمن هذا التقرير الجدل صار محتدما بين المعسكرين الذين لا يجمعهما إلا النقيض وبلغت درجة السجال الساخن حد القذف الذي ظهر به في الآوينة الأخيرة خطاب الأحزاب التي تمثل الأقليات العرقية من أصول أفريقية وفي مقدمتها حزب حركة التجديد وحزب القوى التقدمية للتغيير الذين لا يتورعان في الإشهار بعدائهما للغة العربية التي يعتبرانها لغة أجنبية بل ويطالبان بالحفاظ على اللغة الفرنسية كلغة جامعة وترسم لهجات القوميات الأفريقية واعتمادها لغات للتعليم تزامن هذا الطرح المثير للجدل مع أجواء المشاورات الأولية التي يرجى منها أن تؤسس لحوار سياسي يكون بمثابة الأرضية التي يبنى على أساسها إصلاح منظومة التعليم التي ظلت لستة عقود تمارس التهميش على اللغة العربية لصالح اللغة الفرنسية التي عزز هيمنتها البرنامج الإصلاحي الأول الذي تم اعتماده في عام 1999 وتم بموجبه فرض هيمنة لغة موليير على لسان العرب الأمر الذي يعتبره المطالبون بالتعريب الشامل انتهاكا صارخا للدستور الذي ينص في مادته السادسة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وبرأي الملاحظين فإن الوقت ما زال مبكرا للتنبؤ بإمكانية إزاحة قوى الضغط العميق التي تقف وراء اللغة الفرنسية لتبقى لغة التميز وأداة لبلوغ الجاه والسلطة والثروة وهي غير مستعدة بعد للتنازل لصالح بناء مجتمع منسج يلتف حول لغة وطنية واحدة تتناغم مع اللهجات الأخرى بما يضمن التعايش بين مختلف العراق المكونة للمجتمع الموريتاني إلى المغرب حيث حذر جهاز الاستخبارات الإسباني في تقرير قدمه مؤخرا إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشاز من التقارب بين المغرب والكياني الصهيوني ورأى في ذلك خطرا حقيقيا على إسبانيا والمنطقة كلها هذا وحدر التقرير من أن الاتفاقية الأمنية التي وقعها المغرب مع المحتل الإسرائيلي مؤخرا تشكل خطرا على الأمة الإسبانية وجاء في التقرير أن مصالح مدريد في المتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب المتزايد مشيرا بالخصوص لأنه يشمل بناء قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الإسبانية هذا وبدأ تداعية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط تظهر في الداخل المغربي حيث تشهد الكثير من المدن المغربية مظاهرات حاشدة تنديدا بالزيارة والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي أكثر التفاصيل في سياق التقرير التالي يبدو أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة إلى المغرب لم تمر كما أراد لها نظام المخزن فقد أثارت سخط الشارع المغربي وغضبه وخرجت مناطمات طلابية في مسيرات حاشدة رفعت خلالها شعارات مستنكرة كان من أبرزها شعار يقول التطبيع خيانة وفلسطين أمانة ولم تكن موقف الأحزاب وأفراد المجتمع المدني ليختلفه فقد ترجم بوقفات احتجاجية وشعارات منذدة بالتطبيع ووزير العدوان الصهيوني جينا باش نقوله راحنا ما متفقاش مع المسؤولين الثابت عند الشعب المغربي هو أن التطبيع خيانة وأن المراهنة على الكيان الصهيوني هي مراهنة غبية وفي محاولة لصرف الأنظار عن هذه الانتفاضة الشعبية توجه العاهل المغربي برسالة إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف متظاهرا بالحرص على سيانة الحقوق الفلسطينية وهو الذي أقدم على نسفها بإقامة تحالف استراتيجي مع الكيان الغاصب للأرض الفلسطينية ولحقوق شعبها العاهل المغربي دعا المجتمع الدولي إلى ما أسماه مساعدة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على بناء أسس الثقة والامتناع عن ممارسة التي تعرقل عبلية السلام وكأن الفلسطينيين يتحملون نفس القدر من المسؤولية في إعاقة جهود السلام ويرى متابعون أن إقدام نظام المخزن على إمضاء اتفاقيات عسكرية وأمنية مع إدارة الاحتلال الإسرائيلي يأتي ردا للجميل الذي أهدته له واشنطن بالمقايضة المتمثلة في دعم سيادته المزعومة على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي للحديث على الموضوع بالتحليل والنقاش يسعدني أن ورحب معي في البلاطو بنايب البرلماني والمحلل السياسي كمال بن خلوف أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك كما ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايب النشط والسياسي المغربي أحمد فنان لو أبدأ معك النقاش أستاذ أحمد فنان من المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدن المغربية المنددة بالتطبيع خاصة على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط مؤخرا كيف تبدو لك رسالة الشارع من خلال هذه الهبة الشعبية سيد أحمد فنان تفضل هو شيء طبيعي لأن الشعب المغربي لم يطبيع يوما ما الشعب المغربي مع القضايا العامة للأمة الإسلامية والأمة العربية الشعب المغربي مع القضايا العادلة عبر العالم الشعب المغربي لم يقبل هذا التطبيع ولن يقبله وإنما الحكومة أو وإن يكون دقيقين فهو النظام الملكي هو الذي أتبع تطبيع وهو الذي يطبع وخروج المتظاهرين إلى الشارع معناه أن الشعب المغربي يرفض ليس فقط التطبيع ويرفض كذلك النظام الملكي لأن النظام الملكي لا يعبر عن إرادة الشعب فالشعب ضد التطبيع الشعب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الشعب الذي يستطيع أن يحارب مع الكيان الإسرائيلي ضد إخوته الفلسطينيين أو اللبنانيين وبالتالي فهذه المظاهرات هي شيء طبيعي وهي تحصيل حاصل لما قام به النظام المغربي من إجرام في حق الأمة الإسلامية طمعي سيد فنان أعد إليك سيد كمال بن خلوف ونتحدث عن هذه المظاهرات الحاشدة التي تشهدها بعض المدن المغربية ما هي قراءتكم وهل برأيكم ستتواصل هذه المظاهرات أولا ثانيا ما هي تدعيات هذه الزيارات الرسمية الأخيرة من طرف مسؤولين إسرائيليين على المنطقة بشكل عام وعلى الجزائر أيضا بشكل خاص بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال هي القضية المركزية القضية الفلسطينية قضية جامعة للشعوب العربية والشعوب الإسلامية ولا يمكن بحال من الأحوال أن هذه الشعوب ستفرط في عدم استقلال فلسطين من المغتصب الصهيوني اليهودي طبعا الشعب المغربي شعب من شعوب المال العربية ومن شعوب الإسلامية التي تتنغم مع كل العرب والمسلمين في أن فلسطين هي عقيدة بالنسبة إليهم ولذلك السلوك الإجرامي الذي لجأ إليه المغرب كنظام مغربي كمخزن هو في الحقيقة مجرم من كل الأطراف الشقيقة وكل الأطراف الصديقة ولعل الموقف الإسباني الذي يحذر من هذا الاختراق الصهيوني للمنطقة المغرب العربي يعني إسبانيا تحذر فما بلوك بغيرها من دول خاصة فيما يتعلق بالقاعدة العسكرية نعم قاعدة العسكرية لأنها قريبة من مدينة مليلية طبعا معنا ذلك أنه إذا كان هؤلاء ويتخوفون ويستنكرون فما بلوك بالدولة الشقيقة مثل الجزائر وإن كنا لا نستبعد مثل هذه السلوكات من نظام المخزن فهي ليست جديدة هي سلوكات قديمة حتى مع الاستعمار يعني لما واحد لما تكون أنت شعب محتل من طرف مستعمر ويتعامل الخوك مع المستعمر على حسابك كيف تنتظر منه اليوم أن يتعامل معك سأل خيانة تستمر لأن هذا عنوانها ولذلك رح يكون فيه أثر كبير لأنه فيه استهداف للجزائر فيه استهداف للأمن القومي للجزائر فيه مؤامرة على الجزائر لكن نسوا بأن الشعب الجزائري فاكسيني ضد المؤامرة الخارجية وما يظنون أنه سيكون معين لهم فهم مخطئون شعب الجزائري موحد موحد وواحد ضد أي مؤامرة دولية طيب أعود إليك سيد فنان ونواصل حديث عن هذه المظاهرات الحاشدة في المغرب المظاهرات متواصلة منذ الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي وخلافا أيضا للمظاهرات السابقة سيد فنان لاحظنا قوة في صوت الشارع من خلال شعارات غاية في الجرأة ما الذي تغير ربما الكثير يتساءل سي فنان تفضل هناك عدة مشاكل كانت من قبل بينها جواز التلقيح الذي يفوض على المغاربة من بينها التجويع والتجهيل والبيطالة مشاكل كثيرة فإذا ما خرج الشاب للمراهضة التطبيع فلديه كل هذه المشاكل فكل هذه الأشياء كانت حاضرة في هذا التطبيع فالنظام الملكي يعيد المغاربة بأنه سوف يأتي الرخاء وسوف يشتغلون سوف يكونون أحسن بعد التطبيع رغم أن عبر التاريخ لا توجد أي دولة طبعت وقد استفادت من التطبيع فجميع الدول التي طبعت قد لم تتغير فيها أي شيء بل صارت من الأسوأ إلى الأسوأ والنظام المغربي هو متحالف من قبل مع الكيام الصهيوني قبل إجاء الكيام الصهيوني فالنظام المغربي الصهيوني أكثر من سرائيل لذلك فالشعب المغربي عندنا خرج ليقول للنظام كفا طيب شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد فنان كنت معنا عبر خدمة أسكايب من واشنطن أعود إليك أستاذ كمال بن خلوف لنتحدث أيضا عن مدى ربما تأثير هذه الزيارات أيضا المتتالية ونتحدث أيضا بشكل خاص عن كيفية مجابهة الجزائر لكل هذه المخاطر الإقليمية على غرار ما يحدث اليوم في الرباط من زيارات رسمية من طرف مسؤولين واتفاقيات أيضا عسكرية قد تؤثر على المنطقة وطبعا لابد أن نشير أولا إلى أن هذا الفعل الأخير هو اختراق صهيوني بامتياز لأن فيها كم أو فيها كتلة كبيرة استطاعت مغربية استطاعت أن تصل إلى سدة الحكم في الكيان الصهيوني واستطاعت أن تفيد الكيان الصهيوني من خلال ربط هذه العلاقات هذه العملية تريد أن تظهر للمغرب بأنها في صالح المغرب باسم المواطنة ولكنها في الحقيقة هي تخدم إسرائيل وتخدم المشاريع الإسرائيلية واستغلت الضعف والظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وانتهاك المغرب لكل القواعد الأخلاقية والارتماع في أحضان المشروع الصهيوني ولو على حساب الجيران ولو على حساب الأخوة ولو على حساب المنطقة وهذا المشروع سيدفع المنطقة إلى قلق رهيب هذا أول ثانيا سيفقد الثقة في جوانبها المتعددة الشيء الثالث وهو أنه سيزيد من التوتر الذي لا قدر له قد يصل في لحظات إلى منعرجات خطيرة قد لا تتحملها المنطقة شكرا جزيلا لك أستاذ كمال بن خلوف على هذه المداخلة وعلى استفادة في النقاش كنت معنا إذن مشاهدين الكرام واصلوا هذا المشهد المغربي وثقافيا حيث غنى للشعب فاحتضنه بدون حسابات أسكنته طيبته هدوءه وابتعاده أيضا عن أضواء الشهرة القلوبة فكان وسيبقى الخالد الذي لا تتباين مختلف الأجيال عن حبه وتقديره نتابع هذا البورتري لأيقونة الأغنية الشعبية عمر ساهي بين بديع اللحن وعذب الكلام أبحر فغاص في عمق المشاعر الإنسانية فكان خير من ترجمها إلى روائع فنية يقاضي ناس الغرام قليلي بالله يا الشمع ورائعة الحراز أغاني ساهمت في رسم الخريطة الموسيقية الفريدة للجزائر شيخ الشيوخ عمر الزاهي كان استثناء في تواضعه فنثر المحبة حيثما حل وارتحل فاستحق لقب فنان الفقراء ليثبت أن القصبة لا تجود إلا بالكبار رأى النور في تزيوز شرق الجزائر في الفاتح من جانفي العام 1941 وفي القصبة ترعرع ولامس سحر الموسيقى الشعبية واحتك بكبار الشيوخ الشعبي على غرار الشيخ بوجبع العنقيس الذي كان ملهمه والشيخ القبيلي والشيخ الباجي عاش عمر الزاهي في الظل بعيدا عن الأضواء واقتصرت حفلاته على الأعراس وغنى في المقاهي فكان عمي مرزاهدا في كل شيء إلا في الموسيقى انطفأت شمعته في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2016 عن عمر يناهز الخمسة والسبعين عاما ودعه ألاف الجزائريين في جو مهيب وبكاه الصغير قبل الكبير نختم المشهد المغاربي بمشاهد بالغة الروعة من جبال شريعة بالبليدة حيث رسمت تساقط الكثيف لثلوج لوحات ساحرة تجذب الزائرين من كل حدب وصوب للاستمتاع بمناظر خلابة اقترنت فيها الثلوج مع أخصان الأشجار والغابات المتجمدة أترككم تستمتعون بروعة هذه المناظر نلقاكم الأسبوع المقبل لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر